وفي سوق المال حيث أنهت البورصة المصرية تعاملت جلسة اليوم بتباين مؤشراتها آخر جلسات شهر نوفمبر وربح رأس المال السوقي 1.9 مليار جنيه لغلق عند مستوى 870 مليار و 48 مليون جنيه وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر ايجي اكس تارثي بنسبة 57 من مئة بالمئة لغلق عند مستوى 13.259 نقطة فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة ايجي اكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 32 من مئة بالمئة لغلق عند مستوى 2583 نقطة وهبط مؤشر ايجي اكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 1 من 10 بالمئة لغلق عند مستوى 3740 نقطة